وسط الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة يسعى المواطن الورقلي تجنب التعرض لأشعة شمس الحارقة تفادي لأي مضاعفات صحية تعود بالسلب عليه إلا أن متطلبات الحياة اليومية وحدها من تحتم عليه الخروج خلال ساعات النهار سخونة يسر والله ما نقادرين ورحنا نحافر لكي نرى السبتة لازم تخرج إذا تخرج للضرورة نخرج للضرورة رحنا نبدل لنا بالنهار يعني النهار إلا للضرورة المرض أو حاجيات البيت الضرورة هذه غير هي اللي تخلني أن نخرجه سما ما عندكش باش تخرج على حاجة كنت قال تروح باش تدور ولا ما 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 تقدرش تخلني وياسر وتجنبا لحدوث انقطاعات في وصول الطاقة الكهربائية تجند مصالح توزيع الكهرباء بولاية ورقلا إمكانياتها لضمان جودة التزود بالطاقة اللازمة شركة سون القاز اللي رحي قايمة بمجهودات يعني في هاد الحرارة هذي والخدمات المقدمة يعني ينتصلوا بيهم في أي عطل أو قطاع يدخلوا بأسرع وقت تلقينا خبر على الرقم 33-03 مركز الاتصال الوطني مفاده وعطب على مستوى إحدى المحولات الكهربائية بسبب الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة وزيادة للطاقة المتزايدة على الكهرباء نعمل على 24 ساعة لتدخل سريع وصيانة مختلف الأعطاب المسجلة لضمان استمراري التزود بالطاقة الكهربائية في أفضل أشكالها الارتفاع المسجل في درجات الحرارة يحتم على المواطنين توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الأخطار المتعلقة بموجة الحر اشتركوا في القناة